السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم في فيديو جديد على قناة التكامل والتقني إن شاء الله النهاردة هنشرح طريق إنشاء حساب على تطبيق ريدز وإن شاء الله هسيب لكم رابط التطبيق أسفل الفيديو طيب بعد ما أثبت التطبيق من الرابط اللي أنا سيبه لك أسفل الفيديو كون أنت هتعمله علشان تنشئ حساب بطريقة صحيحة على تطبيق ريدز أو الحاجة هتتبقى تفتح التطبيق بالشكل ده كده بعد كده هبقول لنا هوت هل يمكنك السماح لتطبيق ريدز بالتقاط صور وتتكيل فيديوهات هتضغط على أثناء استخدام التطبيق بالشكل ده كده بعد كده هتضغط على أثناء استخدام التطبيق كمان مرة بعد كده هتضغط على سماح بعد كده لو ألاحظ هبقول لنا هوت أهلا بك في تطبيق ريدز طبعا هتلاقي مختار لك اللغة العربية بشكل تلقائي لو أنت عايز تغيرها للغة الإنجليزية بترغط على علامة السهم اللي هو بجنب اللغة بالشكل ده كده وتختار اللغة الإنجليزية، لكن هاسيبه مثل ما هو باللغة العربية تمام بعد كده حقول أنها هعميله وقدرت على التالي طيب بعد كده هترغط علي التالي بعد كده هترغط على التالي كمان مرة بعد كده هنرغط على التالي بعد كده هنرغط على البد بعد كده لو والله هس بقول اللي ان هو يكون بانشاء حساب جديد لأستخدام كامل ميزاة فيدس طبعا عندك تلات اختيارات ممكن تختار اي طرقة منهم لانشاء حسابي على تطبيق ريدز واللي هي اول حاجة تسجيل من خلال الايميل تانة حاجة تسجيل من خلال فيسبوك تلت حاجة تسجيل من خلال جوجل وطبعا احنا بنفضل اخر اختياره اللي هو تسجيل من خلال جوجل عن طريق اللي انا بضغط على اخر اختيار واللي هو تسجيل من خلال جوجل بالشكل ده كده بعد كده هتبدأ تختار حساب الجيميل اللي انت عايز تسجل به في تطبيق ريدز عن طريق اللي انت بتضغط عليه بالشكل ده كده. بعد كده بقول اللي نوت هل تريده السماح لتطبيق ريتز بالوصول الى الموقع الجغرافي اللي هزه الجهاز. هتضغط على اسناء استخدام التطبيق بالشكل ده. طيب بعد كده وهنا عايزني اشغل الموقع. تمام? كل انت بتعمله بتسعب شريطة الاشعار بالشكل ده كده. تمام? بعد كده هتضغط على الايكونة اللي مكتوب اسفلها الموقع بالشكل ده كده. بعد كده هتبدأ تختار الحاجات اللي انت بتهتم بها. تمام? على سبيل المثال هبدأ اختار اي اختراران من دول. بعد كده هتضغط على الى الى في الاسفل. بعد كده هتضغط على اخر اخترار اللي هو في الاسفل بالشكل ده كده. بعد كده اول حاجة بقول لي اكتب الوزر نيم. طبعا هتبدأ تكتب يوزر نيم باللغة الانجليزية. وده اللي هيبقى ايه? اللي اسم الخاص بحسابك على تطبيق ريتز. طيب اول حاجة على سبيل المثال كده هبدأ اكتب اي اسم بلغة الانجليزية. طيب وبعد ما كتبت الاسم. تمام? ولو جد كتبت اسم اه في الوزر نيم دوت. ولاية ما قابلش معك. وتبدأ تزود له اي حرفين. سوى بقى حروف انجليزية او حروف حسابية. تمام? طيب بعد كده بقول لي ان هو تكتب رقم الهاتف. وطبعا قبل ما تكتب رقم الهاتف لازم ان هتضغط على علامة الزائد عشان ايه? نختار الدولة. تمام? او البلد اللي انت منها. طبعا هبدأ اضغط على علامة الزائد بالشكل ده كده. ليه بجانب المستطيل لان هكتب فيه رقم الهاتف. تمام? هبدأ اضغط على علامة الزائد بالشكل ده. بعد كده انا على سبيل المثال من مصر هبدأ اختار اي جيبت. تمام? هبدأ اشوف اي جيبت كده هوت. هلاقي هنا هوت عندي اي جيبت. هبدأ اختارها. بعد كده هبدأ اكتب رقم الموبايل. تمام? طيب. وبعد ما اخترت الدولة. وبعد كده كتبت رقم الموبايل. بعد كده بقول لنا هوت ادخل تاريخ الميلاد. عن طريق اللي انا بضغط على علامة النتيجة. اللي هي في المستطيل بالشكل ده كده. بعد كده هبدأ اكتب او هضيف تاريخ ميلادي. تمام? طيب وبعد ما بتختار تاريخ الميلاد الخاص بك. بتضغط على بالشكل ده. بعد كده اخر اختيار بقول لنا هوت اختار النوع ازا كان ذكر او انسى عن طريق اللي انت بتضغط على علامة السهم او المسلس المقلوب بالشكل ده كده. بعد كده بتتبقى تختار النوع زكارة وانسة تمام? طيب وبعد ما بتملأ جميع البيانات ديت بتنزل الاسفل. بعد كده هتضغط على confirm بالشكل ده كده. بعد كده هنلاحز ان تطبيق ريز فتح معنا بالشكل ده. طبعا هنلاحز ان التطبيق باللغة الانجليزية. طيب كلها هنعمله عشان نخليه باللغة العربية تمام? اول حاجة هتضغط على علامة البروفيل اللي هي في اسفل الشاشة نحت اليمين بالشكل ده كده. بعد كده هتضغط على ثلاث شرط الوما في اهل الشاشة نحت اليمين. بعد كده هنضغط على لانج بالشكل ده كده. عشان نغير اللغة. بعد كده هنلاحز ان هو نهوات مختار الانجليزية. فحنا هنختار اول حاجة اللي هي العربية بالشكل ده كده. تمام? عشان نخلي ايه تطبيق باللغة العربية. هنلاحز نطبيقه هنا هوات بقى باللغة العربية. وبالطرقة دية هتكون انشاء تحساب على تطبيق ديت وبكل سهولة. تمام? وكده هنكون وصلنا لنهاية الفيديو. واجه لعكبك الفيديو واضغط لايك. وما تنسوش الاشتراك في القناة عشان شجعونا اللي هنعمل لكم فيديوهات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.